صحيفة التايمز البريطانية تقول اتهم ماكرون بإذلال فرنسا في جولة مرتجلة أثناء رحلة الجزائر واجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اتهمات بأنه أذل فرنسا عندما قطع جولة له في مدينة وهران الجزائرية بمواجهة جمهور معاد بحجة أنه مهتم فقط بغاز البلاد الطبيعي وقدم ماكرون بل وقدم ماكرون في زيارته للجزائر على أنها محاولة للبحث وتسهيل التعاون في حل المشاكل مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب ورفض ماكرون كل الاتهامات الموجهة إليه بأن هدفه الرئيس هو تأمين وصول الغاز الجزائري واعتبر ذلك كلاما فارغا وفي تقرير نشرته صحيف تيت تايمز وأعده آدم سيج قال إن نفيا ماكرون قوضه الكشف لاحقا عما جرى في المحادثات مع القادة الجزائريين من أجل زيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50% والتعويض عن خسارة الغاز الروسية